ومن الموقف الامريكي الى الاجراءات الليبية الجديدة فبعد قوائم الارهاب التي اعلنت عنها كل من السعودية والامارات والبحرين ومصر جاء الدور اليوم على ليبيا لتضيف اسماء وهيئات محلية تتلقى الدعم من الدوحة وتشارك بطرق مختلفة في تكريس حالة الفوضى والانفلات على الصعيدين الامني والسياسي القائمة الليبية الجديدة عكست مزيدا من الانخراط الاقليمي في جهد محاربة الارهاب ووضع حد لرعاته ومموليه ممن يعملون على اطالة عمر الازمات وينفخون في رماد البؤر المشتعلة ليبيا من ابرز الامثلة على سياسة دولة قطر التدخلية القائمة على دعم الارهاب ولذلك فإن مجلس النواب الليبي أصطر قائمة بأسماء خمسة وسبعين شخصا وتسعة كيانات قال إن قطر تدعم إرهابهم القائمة تشمل رئيس الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان ومسؤول المكتب السياسي للجماعة والمرشح لسفارة ليبيا في الدوحة سعد سلامة والمراقبة العام للإخوان في ليبيا أحمد السوقي أيضا تدرج القائمة مسؤول الجناح الإعلامي للجماعة إسماعيل قريتلي ومسؤولها المالي في تركيا وقطر عمر الكرامي وابن المفتي الإخواني السابق سهيل الصادق الغرياني والقيادية المقيم في الدوحة أسامة كعبار وزعيم تنظيم القاعدة في ليبيا بشير الفقيه ولا تشمل القائمة الأسماء الأكثر شهرة في عالم التطرف المدعوم قطريا في ليبيا كالأخوين علي وإسماعيل الصلابي وعبد الحكيم بالحاج لأن هؤلاء مدرجون على قائمة الإرهاب التي أعلنتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر وطلبت ليبيا ضم قائمتها إليها أما الكينات المشمولة فهي تتراوح ما بين القطاعات السياسية والاقتصادية والإعلامية ومعظمها تابع لأشخاص موجودين على القائمة بالاسم لعلاقاتهم بالإخوان وتنظيمات متطرفة أخرى أبرزها ما يعرف بمجالس الثوار في عدة مدن وشركة الأجنحة للطيران التابعة لعبد الحكيم بالحاج وشركة الثقة للتأمين لعلي الصلابي وقنوات تلفزيونية ومؤسسات خيرية إضافة إلى غرفة عمليات ثوار ليبيا وقوات درع ليبيا للأسف الشديد لم ينتبه تماما إلى الدور المريب الذي تقوم به قطر إلا بعد أن استفحل وجودهم ولا أعتقد أنهم غادروا إلى الآن ليبيا ما زالت أصابعهم واضحة تشير إلى مصائب نرأها كل يوم نهيك عن تأكدات بأن العديد من الاختيالات والعديد من المجازر التي حدثت في ليبيا كانت قطر وراءها جميع الأشخاص والمؤسسات المذكورين تمكنوا بفضل الدعم القطري من الاستثمار في الفوضى السياسية العارمة في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي فوضى جعلت هؤلاء يمثلون خطرا لا داخل حدود ليبيا فحسب بل خطرا إقليميا ودوليا حيث باتت ليبيا مرتعا لتهريب السلاح وتدريب الإرهابيين الذين ينتقلون منها إلى أهداف هجماتهم الإرهابية في شمال إفريقيا وأوروبا واستكمالا لصورة هذا المشهد تجدر الإشارة إلى أن الدوحة لم تكتفي بدعم هذه الرايئات التي شملتها القائمة الليبية لكنها امتدت بشبكاتها إلى دول الجوار وخاصة في منطقة الصحراء الكبرى حيث تكشف تقارير أمنية ضلوع قطر في تمويل جماعات إرهابية تنشط في مالي كما سنتابع ذلك مع سامي في هذه الجولة المفصلة على أبرز هذه الأدرع والتي نفذت عدد كبير من العمليات الإرهابية عندما نتحدث عن ليبيا نتحدث عن منطقة الساحل والصحراء لا يخفى عنك روبير بأن العديد من الجماعات تستفيد من الفوضى في ليبيا وتستغل هذه الفوضى لجلب السلاح إلى عدد من مناطق الساحل والصحراء ولعل أبرزها في مالي المظلة المالية القطرية لم تبسط نفوذها فيما يبدو على المساحات الشاسعة من الصحراء الليبية فقط لكنها امتدت إلى منطقة الساحل وتحديدا إلى مالي رغم أن دور الدوحة ظل غامضا وغير معروف لدى كثير من المراقبين للوضع الأمني في المنطقة في يونيو من عام 2012 نقلت صحيفة لوكانارونشيني الأسبوعية الفرنسية الساخرة عن مصادر استخباراتية فرنسية أن أمير قطر منح مساعدات مالية للجماعات المسلحة التي احتلت شمال مالي دون أن تذكر قيمة هذه المساعدات وطريقة منحها بعدها بشهر كما نلاحظ هنا وجه سادو ديالو عمدة مدينة غاو في شمال مالي اتهامات لقطر بتمويل المتشددين عبر مطري غاو وتومبوكتو وإرسال مساعدات غذائية يوميا لهم وقال عمدة غاو على إذاعة أرتيال أن الحكومة الفرنسية تعلم ذلك تمام في العام الموالي عام 2013 نقلت صحف فرنسية عدة عن مديرية الاستخبارات العسكرية التي تقدم تقاريرها إلى رئيس أركان الجيوش الفرنسية أن أكثر من حركة في مالي تستفيد من الدعم المالي القطري سواء بالحصول على مساعدات لوجستية أو مساهمات مالية مباشرة تحت غطاء جمعيات خيرية وإنسانية تنشط هناك من بين المستفيدين المحظوظين من هذه المساعدات القطرية على وجه التحديد حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا والتي تعتمد أيضا في مصادر تمويلها على تجارة المخدرات والسلاح والاختطاف ونذكر هنا أن هذه المجموعة احتجزت لعدة أشهر سبعة دبلوماسيين جزائريين وطلبت بفدية لكن السلطات الجزائرية رفضت ذلك في حينها من أبرز من استفاد من هذا الدعم القطري متمرد حركة تحليل الزواد وحركة أنصار الدين وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي التي تتلقى مساعدات مالية كبيرة من قطر كما تورد الاستخبارات العسكرية الفرنسية مما زاد من شكوك عمدة جاو حول طبيعة الدور القطري في شمال مالي هو النشاط الإنساني الذي كانت تقوم به جمعية الهلال الأحمر القطري الصيف الماضي في تلك النقطة حيث كانت توزع مساعدات غذائية لسكان جاو وكما اتضح اتساع دائرة التمويل القطري من خلال هذا العرض فإن الواضح أيضا أن القائمة التي أعلنت عنها ليبيا اليوم هي محاولة لألحد من نشاط الحركات المتطرفة وشل حركة من يصهرون على رعايتها وتمويلها دون محاسب أو رقيب 75 شخصية تم تصنيفها من ضمن البرلمان الليبي 9 كيانات ما مدى أهمية هذه الخطوة وما رمزيتها ولأي مدى ستؤثر على الأزمة الليبية لاحقا ولكن فعلا المشهد يعني معقد وهذه الأذرع المنتشرة على مدى السنوات من عمر الأزمة الليبية وحتى اليوم تزيد هذا المشهد تعقيدا ينضم إلينا من باريس الكاتب والباحث السياسي الليبي كامل مرعاش أهلا بك عبر سكاينيوز عربية يعني المساحات الشاسعة في الصحراء الليبية وصولا إلى مناطق الساحل هذه المناطق الشاسعة والواسعة فيها عشرات الأذرع وكما تبعنا مع سامي عدد كبير من الشخصيات والجماعات والجمعيات المميزولة والداعمة والتي تدرب تنظيمات إرهابية بالفعل أخي يعني ليبيا تعد مثال صارخ للإرهاب القطري الذي يصدر إلى كل أنحاء العالم ليبيا كانت تأمل أن تتخطى عقبة القدافي ونظامه الدكتاتوري وتؤسس لدولة ديمقراطية ولكن بكل أسف كل هذا راح هباء منتورا بتدخلات قطرية كانت تمنع قيام الجيش الوطني الليبي وكانت تدعم دعم مباشر كل التنظيمات وأيضا الكينات السياسية الإسلامية المتشددة التي هي مسؤولة عن حالة الفوضى الليبية هذه القائمة التي أعدها البرلمان الليبي كل الشخصيات التي موجودة فيها مرت من الدوحة وكلها نهلت من صندوق المال القطري وقطر كانت تخرب ليبيا وتلعب في ليبيا ولديها عملاء في ليبيا عن طريقهم أوصلت الحالة الليبية إلى ما هي عليه وأخيرا القضية التي موجودة في تونس وضابط الاستخبارات القطري الذي كان لديه حسابات في بلد التطوين في ليبيا والتحقيقات القضية جارية في تونس ستكشف المزيد والمزيد من هذا التورط القطري في تخريب ليبيا سيد كمال مرعاش هذه الخطوة التي أقدم عليها البرلمان اليوم بتصنيف 75 شخصية 9 كيانات في ليبيا ما أهمية هذه الخطوة وما رمزيتها برأيك وكيف سيتم ويصار التعامل مع هؤلاء الكيانات مستقبلا أعتقد أن هذه القائمة لن تكون نهائية ربما ستنقح هذه القائمة لأن الموضوع حساس جدا في ليبيا لأنها بالفعل خلطت بين كل هؤلاء الشخصيات هناك شخصيات تمارس القتل وتمارس الإرهاب باستخدام السلاح العسكري وهناك شخصيات أخرى تغطي عن هذا الإرهاب وهناك شخصيات تمول هذا الإرهاب وينبغي أنا كان بودي أن يكون هناك تصنيف لهذه القائمة حسب الشخصيات وحسب أدوارها ولكن القاسم المشترك لكل هذه الشخصيات هو مرورها من قطر وهذا هو بيت القصيد نحن نبحث عن دور قطري تخريبي في ليبيا رغم أن هذه القائمة ربما ستسبب حساسيات لاستمرار مسألة حوار الصخيرات ولكن هذه هي الحقيقة ولابد أن تظهر على الأقل أمام الشعب الليبي لابد أن يعرف من هذه الشخصيات وما هو دور قطر لأن الكثير من الليبيون ما زالوا لم يعرفوا هذا الدور القطري الخبيث الذي دمر ليبيا ووصلها إلى دولة فاشلة هذا الدور التاريخي في تمويل الجماعات أيضا ربما في خلق بؤر من التطرف قد تطول وقد لا تنتهي في القريب العاجل أي دعوة اليوم إن كان للشعب القطري للحكومة القطرية وحكومة انتقالية والشرعية لخروج من هذا المأزق الذي استمر لسنوات طويلة هو أعتقد أن الشعب القطري شعب بسيط وشعب طيب وليست له هذه العدوانية وهذا الخبط المشكلة تكمن في الشيخ حمد وعائلته التي تحكم قطر والتي جاءت حتى للحكم في قطر عبر انقلاب شبه عسكري على العائلة الحاكمة وبالتالي أنا أعتقد أن هذه العائلة لم يعد لها مكان في قطر يجب أن ترحل ونحن نعرف أن الشيخ قطر يحب البحر الميت وهو دائما دائما السفر إلى البحر الميت ويقضي إجازاته هناك وأعتقد أن هذا هو المكان المناسب له عليه أن يذهب إلى أصدقائه الإسرائيليين ويقيم عندهم ويكفيه ما فعل من تخريب في البلدان العربية وأن تعود قطر إلى حضن الخليجي إلى حضن الوطن العربي ويعني تستغل أموالها واستثمارات أموالها في أشياء تفيد هذا الوطن بدل أن تمزقه بدل أن يستغلها أردوغان التركي وأن تمد خيوط أيضا إلى إيران إيران هذه الدولة الإرهابية التي تقوم على أسس الإرهاب وتحاول تصديره إلى المنطقة العربية طيب سيد كامل لحظنا في هذه القائمة إسماعيل الصلابي، علي الصلابي وأيضا عبد الحكيم بالحاج ليسوا موجودين في هذه القائمة وهم وكلاء الدوحة في ليبيا ما الذي يجعل طرلمان ليبي لا يصنفهم أيضا كما صنفتهم دول عربية على قوائم الإرهاب لا لدينا القائمة موجودة عندي وموجود فيها اسم السيد علي الصلابي وأيضا إسماعيل الصلابي ممكن الشخصية الوحيدة التي ليست موجودة فيها هي عبد الحكيم بالحاج وهي وردت في قائمة الخليجية التي صدرت في ذلك على كل حال أنا قلت هذه القائمة ليست نهائية وربما هناك شخصيات أخرى في ليبيا إرهابية ولم تضمها هذه القائمة هذه قائمة مبدئية سوف تضاف إليها شخصيات أخرى حتى نعرف حجم التغلغل القطري في ليبيا وحجم التدمير الذي تقوده قطر في ليبيا ولها استغرب لأن الشيخ الصلابي ورد اسمه في القائمة الخليجية وهو معروف ليبيا أنه عراب قطر الأول في ليبيا كان عرابا للقدافي والمصالحات مع الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية وهو الآن يلعب دائما دور العراب عراب قطر في ليبيا هو الشيخ سيد الصلابي وهذا ليس مخفي على كل الليبيين ويعرفونه ويعرفون أنه هو أحد الشخصيات التي تخرب ليبيا ولا تسعى لا لمصالحة ولا إلى توافق هو يعمل بأجندة قطرية من الألف إلى الياب أستاذ كامل أنت اليوم في العاصمة الفرنسية وبالتوازي مع الدور القطري واتهامات ترامب وسائل الإعلام الفرنسية تحدثت على ضرورة أن تفتح باريس الصندوق الأسود للاستخبارات الفرنسية الذي يخفي معلومات ووتائق عن اطلاع قطر بهجمات في أوروبا دعم جماعات إرهابية وتنظيمات وهذا ما لم يحصل بعد وهذه الدعوات نتابعها على وسائل التواصل وفي الصحف الفرنسية اليوم في الواقع هناك رئيس جديد وأعتقد أن مع هذا الرئيس ستفتح كثير من الملفات هذه الملفات المخفية كانت في عهد الرئيس ساركوزي الذي يرتبط بعلاقات شخصية وثيقة مع الشيخ حمد وكل ذلك يجيره السيد ساركوزي ويسوقه لشعب الفرنسي أن قطر تستثمر في فرنسا بقوة وقد أعطاها كثير من الميزات لهذا الاستثمار ولكن هذا الأمر ينتهي هناك العديد من الجهات والعديد من الشخصيات السياسية بدأت تتحدث بشكل واضح عن قطر ودعمها للإرهاب بل أنها تريد حتى تقليص استثمارات قطر في فرنسا وأنه لا يمكن السماح لدولة بدعم الإرهاب وبدعوة أنها تستثمر في فرنسا وبالتالي هناك توجه جديد سوف يفضح كل هذه الممارسات القطرية وهناك الكثير والكثير لدى الاستخبارات الفرنسية ربما الوقت لم يحن بعد لإفشائه ولكن أتوقع خلال الفترة القادمة ستكشف بعض الصحف وخصوصه لكنارانشيني وميديابارت ستكشف الكثير والكثير عن خفايا دعم قطر للإرهاب وتسويقها لهذا الإرهاب وتسويقها للإسلام السياسي على أنه إسلام معتدل ولكن في الواقع حركة الإخوان المسلمين كشفت عن وجهها القبيح بأنها بالفعل حركة إرهابية كانت تتبنى وتغطي على التنظيمات الإرهابية ثم أصبحت بعد ذلك هي نفسها تمارس الإرهاب والحالة المصرية واضحة لكل العياد الكاتب والباحث السياسي اللي بي كامل مرعاش كنت معنا من العاصمة الفرنسية فاريس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك